اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وتلقي النبي عليه الصلاة والسلام الوحية من جبريل عليه الصلاة والسلام الأحوال التي كانت تحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع نزول القرآن الكريم وصور هذا الوحي كل ذلك ما نسوقه إلا لنعظم في قلوبنا جلال هذا الكتاب وأن تختلف طريقة تعاملنا وتعاطينا مع هذا الكتاب الكريم الصحابة الكرام كان عندهم شغف بهذه العملية يسألون النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث مسلم من حديث أممين عائشة رضي الله عنها أن الحارثة بن هشام سأل رسول الله صلى الله وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي أجل نعرف فقال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فأعي ما يقول هو يحكي لنا صلى الله عليه وسلم أحوالا من التي كانت تشاهد عليه أو تحدث له عند نزول الوحي عليه فالصورة الأولى أن الوحي كان يأتي رسول الله صلى الله وسلم على هيئته الملائكية وفي هذا من الثقل والصعوبة والشدة ما عرفنا قبله رأى النبي صلى الله وسلم جبريل على هيئته الحقيقية مرتين كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضها وكما في غير حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين في قول الله عز وجل ثم دنى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ذاك جبريل كان يأتيه في صورة الرجل وإنما أتى هذه المرة في صورته التي هي صورته فسد الأفق فسد الأفق ويؤكد قولها هذا قول الله عز وجل ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى ويؤيد ذلك كله أيضا ما رواه مسروق بن الأجدع رضي الله عنه قال قلت يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني ألم يقل الله عز وجل ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى فقالت أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين رأيته منهابطا من السماء سادا عظم خلقته أو عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض ثم قالت أولم تسمع أن الله يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وقد يأتي جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة الرجل وهذه الصورة كانت هي صورة الصحابي الجليل دحية الكلبي وكان رجلا جميل الهيئة جميل القسمات جميل المنظر لا أن جبريل كان يحل في شخصية أو في جسد دحية الكلبي كما يفهم البعض خطأا إنما كان يأتي على مثل هيئته وقد حكى الصحابة كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذنه طلع علينا رجل شديد بيض الثياب شديد سار الشعر إلى آخره وهذا الأنصري الذي حكى أنه آتى النبي صلى الله عليه وسلم ليكلمه في مسألة فوجد معه رجلا قال حتى جعلت أرثي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من طول قيامه مع هذا الرجل هذه الأحوال كانت تحدث ثقلا وتعبا ومشقة على النبي عليه الصلاة والسلام هذه النقطة التي أريدها أريدها منك وأنت تتناول هذا الكتاب الكريم وتقلب صفحاته وتقلب آياته في عقلك وقلبك تذكر أن نبيك صلى الله عليه وسلم عانى في سبيل هذا الكتاب معاناة شديدة معاناة شديدة وتحمل ألما وعناء حتى إن السيدة عائشة رضي الله عنها تقول إن كان لينزل عليه الوحي في الليلة الشديدة البرد وإن جبينه صلى الله عليه وسلم لا يتفصد عرقا زيد بن ثابت يقول فأنزل الله على رسوله وفخذه أي فخذ النبي عليه الصلاة والسلام على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي ثم سري عنه صلى الله عليه وسلم هذه الأحوال الثقيلة والشديدة تثير في نفوسنا هذه الشفقة الكبيرة على نبينا عليه الصلاة والسلام وتبعث في نفسنا سؤالا لأجل ماذا ولأجل من تحمل النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا العناء ولأجل من ولأجل ماذا تحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم كل هذا الثقل هذا الجلال يوجب علينا واجبات عملية هي إحياء حاله مع القرآن صلى الله عليه وسلم إحياء حاله مع القرآن صلى الله عليه وسلم كما كان يحدث منه هو نفسه صلى الله عليه وسلم إن يحب يسمع القرآن من غيره كان في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه نحن بحاجة إلى استشعار هذه الجوانب لنخرج من حالة الجمود في التعامل مع هذا الوحي ولتحيى أرواحنا مرة أخرى يا أيها الأخوة الكرام إن هذا القرآن العظيم وهذا الوحي الجليل كانت تعظمه الملائكة بل كانت لا تتحمل ثق له وعظمته هذا حديث عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة كسلصلة السلسلة على الصفاء أو على الصفوان يعني كجر السلسلة على الحجر الأملس تحدث صوتا قال فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل فإذا جاءهم فزع عن قلوبهم فيقولون يا جبريل ماذا قال ربك فيقولوا الحق الحق وفيه من الفوائد أن هذا القرآن الكريم كان بمثابة أو بمكان التعظيم والإجلال عند الملأ الأعلى وعند النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذه الصور المصاحبة للوحي التي كان يعاني من ثقلها رسول الله صلى الله وسلم توجب علينا نوعا من الاجتهاد والجد والتعب والتعني لأجل تحمل هذا الكتاب الكريم وبذل كل غال ونفيس لأجل تعلمه وتعليمه والعمل به أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يبارك لنا ولكم في القرآن العظيم وأن ينفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وأن يكتبنا وإياكم من أهله إن ربي بررعوف الرحيم قولوا قولي هذا أستغفر الله لي لكم وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه آمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة